اكدت سعدة الدكتورة الشيخ رنة بنت عيسى بن دعي آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة عن استعداد مملكة البحرين ممثلة بمعهد الإدارة العامة لإطلاق جائزة أفضل البحوث والممارسات المبتكرة بالتعاون مع معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية نعم الجائزة السنوية هي للتاج وتوثيق الممارسات البحوث بمعايير علمية في الإدارة العربية والإسلامية وترمي إلى تعزيز الشراكة في صناعة المعرفة المحلية والإقليمية جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الحادي والعشرين مديري عموم معاهد الإدارة العامة بمجلس التعاون والخليج العربية في سلطنة عمان ووضحت سعادتها بأن إطلاق معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين جائزة أفضل البحوث والممارسات المبتكرة على مستوى دول مجلس التعاون وخليج العربية يتيمانا من معهد الإدارة العامة بأهمية الابتكار كونه عنصرا أساسيا الارتقاء بكافة المجالات مشيرة إلى أن مملكة البحرين رسمت مسارا استراتيجيا متقدما في توظيف آلية الابتكار والإبداع الخروج بمبادرات ومشاريع تنموية متقدمة وأضافت الدكتورة الشيخ رانا أن معهد الإدارة العامة انتهى من تقديم عدد من المبادرات التدريبية بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والخليج العربية من أبرزها الهكثون الخليجي لتطبيقات المبتكرة في التدريب الإلكتروني كان اجتماع مثمر ومملكة البحرين تبنت ثلاث مبادرات من المبادرات التي كانت على جدوى الأعمال وقدمنا عنف عن أهم ما تم من جائزة في هذه المبادرات ومن أهمها نشر الوعي المعرفي والتعلم عن بعد ترجمة نانسي قنقر